هذه ضحكة سعادة لا لا هذه حقيقة ضحكة إشفاق على الشعب العراقي أن يكون هذا الشخص على رأس السلطة التنفيذية شنو المشكلة بالكامل ليش الشيطان بهذه الطريقة لا لا مو شخص أنا ما قلت شيطان حقيقة يعني ما أصفه بالشيطان يعني ممكن أعطيه صفة إيجابية نعم هو حقيقة السيد الكاظمي إنسان ما عنده كفاءة ولا عنده خبرة ولا عنده قدرة على شيء ولا عنده قدرة على التعبير عن نفسه شخص مغمور يجي من الفراغ وصار رئيس السلطة رئيس السلطة التنفيذية رئيس الحكومة وارتكب جرائم لا تعد ولا تستخدم شنو الجرائم اللي ارتكبها الكاظمي هذا الفساد اللي موجود في سلطته ما الفساد موجود من 2003 خلي أعطيك مثال لا حتى تعرف وين احنا راحين أولا يعني الصور نجي إلى أنا نتكلم عن مسألة بسيطة بس هذي ليش تكلم بها على بساطتها لأن هذه بها أدلة معتبرة تأسيس الشركة النفط الوطنية شركة النفط الوطنية تأسست بقانون فانطعن بهذا القانون المواد الأساسية اللي شكل هذه الشركة ألغتها المحكمة فيقرر أن يعيد تشكيلها ليش هال الشركة التأسست يعني هال الشركة بيعقود يعني نصور أحد العقود اللي أبرمتها الشركة اللي توقفت نعم بسبب القرار اللي على أساس الشكوى اللي قدمناها أنا والسيد والنائب الأخ مصطفى سند أحد العقود 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية تمام اللي هو يعني كان العلاقة بفرنسا قوية لأن هذا العقد مهم يعني 27 مليار مو عقد هايين مبلغ المهم فهذه الشركة أراد أن يأسسها حتى تبرم العقود وحتى تسرق أموال الشعب نعم فالدارة القانونية في الأمانة العامة لمجلس فزراء وجهت كتاب إلى السيد الكاظمي فالكتاب يقول أنه لا يمكن المضي بتأسيس هذه الشركة لأن مواد أساسية من قانونها تم إلغاءها يعني لا يمكن المضي إلا بعد استكمال النقص في القانون نتيجة اللي حدث بسبب قرار المحكمة التحادية ويبدو أنه مجلس النواب ما راح يشرحها القانون يعني غير ممكن المضي بجراء التأسيس سوى سيد الكاظمي عرض الموضوع على مجلس وزراء فصوتوا طبعا بعد التأثير والضغط صوتوا تسعة هو ويا ثمانية من الوزن مع القانون وعشرة ضد القانون جيد فيفترض أنه ما مضاهم التصويت أرسل أتباعة 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 نعم مجموعة مجموعة مكتبة يعني تقصر مكتبة من أي جهة المهم إلى وزيرة وضغط عليها وهددها بأن هددها بأبو رغيف لجلسة أبو رغيف هدد وزيرة بأبو رغيف هدد وزيرة وزيرة واحدة سيدة إيفان السيدة إيفان هددها بأسية كانت تتحدث عن قضية أخرى في التحديد لا لا عن هذا بالتحديد وأنا مو بس هي يعني هددها في التراجع عن عملية التصويت نعم فاضطرت عن تتراجع وغيرت فصارة وعشرة ضد تسعة غيرت موقفها نتيجة التهديد نعم طبعا امرأة من مكون أقلية تغضع لهذا الضغط تعم يعني حقيقة لما نتوقع أنه تواجه كل هذه التهديدات حتى نغادرها هو يستحق المحاكمة المفروض بالسجن هو المفروض بالسجن شونه يمدع أنه يجأ يعني اليوم بالمعسبة اليوم ترامب وجه الاتهام في قضية بسيطة فهيجا وحضر أمام القاضي أهو الرجل قاعد يتحرك يرتب أمورها منو؟ سيد الكاظمي لا لا مرتب أمورها راجع ويشارك يعرف خلش رتب أمورها اه أي المهروب راجع للمشاركة وبقوة وين يشارك؟ العمل السياسي ما على أسف ماكو شي منعه لا لا ماكو شي منعه وإحنا نور زهير ممكن يرشع بالانتخابات نور زهير يرشع بالانتخابات إذا أنا راح أحشع على نور زهير هكذا